موسيقى سمو الأمير يشمل برعايته وحضوره حفل ختام مسابقة جائزة الكويت الدولية الرابعة بحفظ القرآن الكريم وقراءته وتجويده المؤتمر التاسع عشر للاتحاد البرلماني العربي اختتموا أعماله ويؤكدوا أن الثورات الناتجة عن غياب دولة القانون وانتشار الفساد موسيقى قائس مجلس النواب البحراني خليفة الظهراني في حديث خاص لقناة الكويت الملك طرح مبادرة الحوار لتبادل الأراء بما يعود بالنفع على الجميع موسيقى القطيف توديع العلامة عبدالهادي الفضل مشاركة علمائية وشعبية حاشدة موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في نشرة أخبار الكوت قبل موقف متولي مسجد البحرنة بتنازل عن الشكوى ضد المتهم بالاعتداء على المسجد قبل بترحيب واسع من قبل الكثيرين الذين وصفوه بالموقف النبيل مؤكدين على تعزيز الوحدة الوطنية التي لا تؤثر فيها الممارسات الصبيانية مثل الاعتداء على المسجد المذكور أو ما يتناوله بعض ضعاف النفوس في وسائل الاعلام وعبر الانترنت والتي لا يزال الكثير منها بعيدا عن يد القانون بسبب عدم وجود النصوص الواضحة حيالها وهو الأمر الذي دعا الحكومة لإعداد مشروع قانون الاعلام الموحد الذي أكد وزير الاعلام أنه سيشمل المواقع الإلكترونية إلى أنه شدد على أنه وفقا لهذا المشروع فلا عقوبة إعلامية إلا من خلال المحكمة الثناء الحكومي على مشروع القانون قوبل بانتقادة واسعة حيث وصف بعض النواب المشروع الحكومي بالشيوعي فيما أكد آخرون أن الرقابة على المواقع الإلكترونية غير ممكنة في الوقت الحالي التصريحات النيابية حيال مشروع قانون الاعلام الموحد تزامنت مع اختتام فعاليات حدث برلماني تشهده البلاد شمل نوابا من أنحاء العالم العربي حيث اختتب مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي أعماله اليوم بإكرار جملة من التوصيات كما شهدت البلاد اليوم اختتام فعاليات أخرى حضرها ممثلون عن 58 دولة حيث تفضل سمو أمير البلاد صباح اليوم فشمل برعايته وحضور حفلة ختام جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءته وتجويد تلاوته في دورتها الرابعة وهي المسابقة التي شارك فيها أكثر من 100 متسابق وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها أكثر من 114 ألف دينار شمل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد برعايته وحضوره حفل ختام جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته في دورتها الرابعة على مسرح قصر بيان وشهد الحفل تكريم كوكبة من شباب الأمة الإسلامية من المشاركين في المسابقة من مختلف دول العالم وأشاد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية شريد المعشرجي بالرعاية السامية للجائزة والتي توجت بنجاح الدورة الرابعة شارك في الدورة الرابعة لهذه الجائزة قرابة 100 و7 متسابق جاءوا من 58 دولة إسلامية ومجتمعات مسلمة في أقطار غير إسلامية فعاشوا بيننا أياما على مائدة القرآن إنه لم يكن لهذا النجاح أن يكتب ولا لهذه الجهود أن تتحقق إلا بعد توفيق الله تعالى ثم بدعمكم الكبير ورعايتكم السامية وبجهود وسواعد وعقول أبناء الكويت البررة ويعود اهتمام الكويت بتحفيظ القرآن الكريم وإقامة المسابقات والدورات في هذا الجانب إلى سنوات طويلة تميزت خلالها بالعمل على نشر كتاب الله داخل الكويت وخارجها يأتي هذا الاهتمام المتميز بالقرآن وأهله لما تميزت به دولة الكويت منذ القديم بحفظ القرآن الكريم والعناية بتحفيظه وبهذه السنة الحميدة التي أرسى قواعدها الآباء والأجداد وتتابع عليها الأبناء والأحفاد فهي مسيرة قرآنية مباركة تعمل على نشر كتاب الله تعالى وتشجيع العناية به حفظا وترتيلا وقراءة وإقراءة داخل الكويت وخارجها وتفضل سمو الأمير في ختام الحفل بتوزيع الجوائز على طلبة الفائزين والمحكمين والقائمين على جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم اختتم المؤتمر التاسع عشر الاتحاد البرلماني العربي أعمله اليوم بإقرار عدة توصيات يعمل عليها المؤتمر لمدة عامه اختتم مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي التاسع عشر أعماله اليوم بإقرار عدة توصيات وشدد مشروع البيان الختامي على قناعة المؤتمر بالثورات والانتفاضات الشعبية التي جرت في عدد من البولغان العربية داعيا إلى معالجة أسبابها والاتجاه ناحية الديمقراطية غياب دولة القانون والمؤسسات وانتشار القمة واستشراء الفساد على لطاق واسع وتفاقم الفقر واحتكار للسلطة والطروة وفشل برامج التنمية وعز الحكومات عن إيجاد حلول ناجعة للأزمات التي يعيشها الشعب وتصدرت القضية الفلسطينية البيان الختامي الذي أولاها أهمية كبرى في القرارات التي تنتظر العمل الواقعي لمحاولة رفع الضلم عن المواطن الفلسطيني ووقف العدوان الصهيوني نقول دائما بأننا بحاجة إلى موقف داعم ليس فقط إعلاميا ولكن على مستوى تنفيذ ما تتخذت من قرارات ومن توصيات سواء على الجانب البرلماني أو على الجانب الحكومي أيضا نحن في فلسطين بالطبع نتعرض لهجمة واسعة مؤيدة بأكبر قوة عالمية هناك داعم قوي لها في العالم هو بصراحة الولايات المتحدة الأمريكية وبعض أيضا القوى الأوروبية حتى نكون صادقين لأن هناك تأثير كبير لللوب الصهيوني في العالم الغربي مؤتمر الاتحاد البرلماني ناقش في ختام أعماله وضع المرأة في الوطن العربي وحرص على وجود تشريعات تراعي الحقوق والمساواة هناك مناقشة مستمرة إلى الآن على الحقوق الاجتماعية والمدنية في الدول العربية نحاول أن نمكن المرأة أكثر في العمل السياسي والعمل الاجتماعي وفي مشاركة حقيقية في التنمية في بلدانهم كما حرص المؤتمر بتوصياته على حقن الدم السوري من خلال وسائل عدة ليس بالضرورة أن تكون عسكرية هو لا شك بأن دعوة المجتمع الدولي هو الحقيقة دعوة إلى تدخل لوقف النزيف الدم وليس وقف لشحن وتغذية الصراع الموجود فرق بين تدخل يريد إنهاء الأزمة في سوريا وتدخل يريد شحن الحقيقة وافتعال أزمة في سوريا فنحن دعونا إلى هذا النوع من التدخل وهو وقف الحقيقة نزيف الدم في سوريا ومحاولة إنقاذ الشعب السوري لأن لا شك بين المجتمع الدولي يمتلك إمكانيات قد تفوق حتى الإمكانيات التي تمتلكها الدول العربية وهناك أساليب عديدة ليس بالضرورة أن تكون عسكرية قد تكون اقتصادية قد تكون سياسية وطالب المؤتمر في ختام نقاش التوصيات توضيح تعريف محدد للإرهاب مع حفظ كامل الحق للشعوب في مواجهة إرهاب الدولة أو المحتل من خلال اتفاق دولي شامل حول المفهوم الغضية الفلسطينية والسورية جاءت على رأس ختام توصيات مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي التاسع عشر حيث ندد المؤتمر بالكيان الصيوني الغصب في فلسطين والجولان وتدخلاته في السودان ورفض واستنكر أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للسوريا سعدون محمد قناة الكوت على هامشي أعمال المؤتمر التاسع عشر لاتحاد البرلماني العربي أقام رئيس الاتحاد رئيس مجلس الأمة على الراشد حفل عشاء في قاعة الاحتفالات الكبرى في مجلس الأمة حفل العشاء قيمة على شرف رؤساء وموثلية البرلمانات العربية المشاركين في المتمر وجار خلال الحفلة توزيع دروع تذكارية للبرلمانيين المتميزين وهم رئيس مجلس النواب في مملكة البحرين خليفة الظهراني وعضو مجلس الأمة الكويتي أحمد الملافي وأمين عام مجلس الوطني الاتحادي الإماراتي الدكتور محمد سالم المزروحي رغم الهدوء الذي تأخل لأروقة مجلس الأمة خلال اليومين الماضيين واجه مشروع قانون الأعلام الموحد انتقادات النيابية وصلت حد وصفه بالقانون الشيوعي فيما رأى نواب آخرون ضرورة التروي لحين الانتهاء من المشروع بشكله النهائي بانا جليا تأثير استضافة المؤتمر التاسع عشر للاتحاد البرلمانيين العرب على مجلس الأمة خلال اليومين الماضيين فلم تتمكن سوى لجنة الميزانيات والحساب الختامي ولجنة التحقيق بطيار الكوتية البرلمانيتين من الانعقاد لعدم وجود النصاب لارتبطة النواب مع البرلمانيين العرب ولم يخلو المجلس من تصريحات من هنا وهناك فاعتبر النائب خليل عبدالله أن قانون الإعلام الموحد الذي لا زال بأرويقته مجلس الوزراء به العديد من الملاحظات وفضل التريث عن إبداء الرأي في القانون مشددا على ضرورة وجود رقابة وحرية مسؤولة في ظل عيش المجتمع بما أسماه الفوضى الإعلامية مؤكدا أن الحريات يجب أن تكون في بيئة سليمة موضحا عدم إمكانية الرقابة على المواقع الإلكترونية في الوقت الحالي وفي السياق ذاته وصف النائب نواف الفزع مشروع القانون الحكومي الخاص بالإعلام أنه قانون شيوعي وقال إنه سيء وضد التوسع بالحريات كما تغدم الفزع ونواب آخر بتعديلات على قانون صندوق المعسرين تضمنت استعادة المقترضين للفوائد الأكثر من نسبة الخصم الأربعة بالمئة إضافة إلى السماح بالاقتراض للمعسرين وإمكانية لجوء من دخلوا بالصندوق إلى القضاء وهو ما يمنعه القانون الحالي كذفوا بعيدا نشرتنا متواصلة ونشاهد معا بعد قليل طيران مهان يدشن خطا مباشرا بين الكويت وطهران أكد وزير الإعلام ووزير الدولة للشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمودي لأن مشروع قانون الإعلام الموحد يأتي نتيجة جهود لفترة طويلة لفريق من القانونيين والعملين في وزارة الإعلام ومشاركة جميع المؤسسات الدولة وإستطلاع رأي المجتمع المدني خاصة فيما يتعلق بالإعلام الإلكتروني لما يحتويه من إعلام جديد ومهم والعالم كله الآن بصدد تطبيقه نفى وزير الإعلام ووزير الدولة للشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود أن يكون الهدف من مشروع قانون الإعلام الموحد هو تغليص الحريات أو تكميم الأفواه في الكويت مؤكدا إن مشروع القانون به مادة أساسية تؤكد أنه لا عقوبة إلا من خلال المحكمة فلا توجد عقوبات إعلامية من خلال غرارات إدارية هناك مبادئ أساسية تناولها القانون أو مشروع القانون أن لا عقوبة إلا من خلال المحكمة لا توجد عقوبات إعلامية من خلال غرارات إدارية أيضا شمل هذا القانون أيضا مراعاة قضية المحافظة على العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة لهذا المحافظة على علاقاتنا الدولية والكويت دائما عرفت في علاقتها المتميزة وصداقاتها مع العالم وعن معرض الكتاب والجهود التي تبذلها جمعية الإصلاح في تنظيمه سنويا قال الوزير الحمود استطاعت جمعية الإصلاح النجاح في تنظيم معرض الكتاب الإسلامي على مدى 38 عاما بهدف تعزيز القيم والمبادئ الإسلامية وروح الوسطية لافتا إلى أن مشاركة العديد من الدول في هذا المعرض هي دليل نجاح هذا المعرض الذي يفتح أبوابه لكل من يرقب في تطوير ذاته هذا المعرض هو قبلة للمتعلمين والراغبين في زيادة ثقافتهم الإسلامية وأيضا محتوى عن نمازج للمساهمات الخيرية والإسلامية الهادفة التي تقوم فيها كل المنظمات الخيرية الكويتية في الداخل وفي الخارج أسجل شكري وتقديري للجمعية وللمنظمين لهذا المعرض المتميز والذي يتطور عاما بعد عام أمل إن شاء الله أن يحقق الهدف الأساسي من وجود هذه المعارض الهادفة التقى وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف بمسؤولية الإدارات المدرسية وأعضاء الهيئة التعليمية من المعلمين والمعلمات في وزارة التربية وذلك في قاعة عبدالله المبارك في جمعية المعلمين تحت شعار لقاء وانتماء لأرض خطة الوزارة والاستراتيجية التعليمية للوزارة والاستماع إلى آراء أهل الميدان حولها أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف إن هناك العديد من التحديات التي تواجه النظام التعليمي أهمها التحديات الاقتصادية وتتمثل في الموارد المالية المخصصة للتعليم وبين الحجرف في اللقاء المفتوح الذي أقيم في جمعية المعلمين إن ميزانية التربية بلغت 2 مليار دينار وما تخشاه الوزارة ألا توظف هذه الأموال في مسارها الصحيح لتنمية التعليم وتطويره مؤكداً إن هناك خطط تطويرية ستطبق على النظام التعليمي في البلاد خلال 5 سنوات إن شاء الله سيكون لدينا مناهج مبنية على الكفايات هذا مؤلم سيكون لدينا معايير وطنية للتعليم لأول مرة تاليك الكويت سيكون لدينا رخصة المعلم بفرقة الآن تعمل في هذا المتجاة راح يكون لدينا هيكل هدالي للمدارس جديد راح يكون لدينا بيئة مدرسية متكاملاً وأيضا راح يكون لدينا عاليات خياس وتقويم مستمرة لكي نعرف أي الحرافات ونصحك أي خلل مكما تمكننا من ذلك سمعت أكمل الفكرة أنا الأمل اللي عاديك فيه وراء أنا وفاجأ إن الوزارة بعد إرسال كتب التخنيش تطلب نفس تخصصاتنا بدون خبرة سمعت سمعت معايير وزير معايير وزير إحنا ظلمنا ونصف منك رفع الظلم سمعت معايير وزير إحنا لو نطالب بالزيادة في مرتباتنا إحنا طالبنا بالحقنا اللي موجودة في العقود سمعت بالتخنيش سمعت 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 المعلمين الوافدين طرحوا همومهم نتيجة قيام الوزارة بإنهاء خدماتهم لأن الوزير أكد بأن الوزارة لن تظلم أحدا وصلني إلى الغرور وقعني ندرسل وقدت تماماً أنا لكويت آخر يتولي وشيطان موحي كذلك حاول في أحلة الطروب في كويت نتقوم بحيط أدب فبالتالي أنا أرد أن أساتكم معنان من خلال الحكمية الزمونات وأنا أقدريت في اليوم أخبار السرور لأمس عبد والملك في بلدهم قدروا شيء كوي وترسل على أيضاً الأخوان في المصري أمسك عن الوزارة أمسك عن الوزارة فبالتالي أنا أكدري من الكويت أخذ بلد من يطلب 8 سنة كل الإنسان في الكويت أقامت لجنة تعزيز الصحة بمنطقة الأحمد الصحية احتفالية بمناسبة يوم الصحة العالمي في مركز تنمية المجتمع وتضمن الاحتفال فعاليات الصحية تتعلق بتوعية من ارتفاع ضغط الدم والفيتامينات الصحية للإنسان 24% من المجتمع الكويتي يعاني من ارتفاع ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم هو القاتل الصامت لماذا يسمى بالقاتل الصامت؟ لأنه مرض لا يخصق عن نفسه حتى مراحل متقدمة وكلما زاد الارتفاع في ضغط الدم على مدار السنوات دون علاق كلما زاد التلبية أعضاء الجسم وافترب المصار من مخاطر تهدد حياته مثل السكات الدماغية النوبات القلبية والفشل الكلوي وعيون فيجب علينا اولا ان نحرص على البحث الطبي الدوري المنتظر كما يجب علينا ان نبتناع عن التدخين ونتعلم فن الاستنخاء والبعد على الانفعالات والضغط اللمسي يجب علينا ايضا ان نخضب من الوزن الزائد وممارسة الرياضة بالتنم انطلقت اليوم من مطار الكويت الدولي اولى رحلات شركة مهان الجوية الايرانية بواقع رحلتين في الاسبوع من الكويت الى العاصمة طهران الخط الجديد لاقى ترحيبا كبيرا من المسؤولين في البلدين وسط اجواء احتفالية يكسوها الترحيب المتبادل شهد مطار الكويت الدولي اولى رحلات شركة طيران مهان الجوية الايرانية الى طهران حفلة تجشين الخط الجديد حضره عدد من المسؤولين في البلدين فمن جانبه قال سفير ايران في الكويت روح الله قهرماني ان العلاقات الكويتية الايرانية علاقات تاريخية على المستويين السياسي والشعبي مشيرا الى ان مثل هذه الرحلات من شأنها ان تعزز العلاقات بين طهران والكويت العلاقات بين ايران والكويت علاقات تاريخية هناك تعامل شعبي واضح اتصور نحن يجب ان ندعم هذه العلاقات بقوة والرحلات الطيران بين الكويت ومختلف المدن الايرانية والعاصمة طهران هي تعزز هذه العلاقات نحن ندعم عن هذا الامر هناك ثماني رحلات الى طهران بين طهران وبين الكويت اتصور هذه الرحلات مفيدة ونحن ندعم من جهة اخرى بارك عضو مجلس الامة هاني شمس افتتاح خط الطيران الجديد بين الكويت وايران مؤكدا ان رفع عدد الرحلات بين البلدين الجارين يشير الى تميز العلاقات بين الكويت وايران ساوها ان كانت هذه الرحلات للعلاج او للسياحة او للزيارة حقيقة يعني هذه الرحلات وهذه زيادة الرحلات فيما بين البلدين الصديقين الجارين بين الكويت والجمهورية الاسلامية الايرانية بالعكس هذه تقوي العلاقات بالعكس احنا علاقاتنا في جيراننا كلكويت العلاقات الخارجية من العلاقات المتميزة ودائما نطمح الى هذه العلاقات وخصوصا ان الكثير من الكويتين يرغبون الذهاب الى هذه المناطق ان كان للزيارات الدينية او للسياحة او للعلاج نشرتنا مستمرة ونشاهد معا بعد قليل انا حررتكم فلا يستعبدكم احدا بعد اكد رئيس مجلس النواب البحراني احمد الظهراني في تصريح خاص لقناة الكويت على سبرار الحوار الوطني الذي دعا له مالك البحرين لخلق توافق سياسي للأوضاع في البحرين مؤكد انه رغم وجود بعض الاختلافات في وجهات النظر الى ان الحوار يعود بالنفع على ابناء الشعب البحراني ويعزز الوحدة الوطنية ولا شك ان الحوار الذي دعا له جلالة الملك هو طرح هذا الموضوع لتحريك الامور والجلوس على طاولة لتبادل الاراه فيما يعود بالنفع على الجميع هذا هو الحين تقريبا تسعة اجتماعات عقدت في هذا الموضوع بين الحين والاخر تشوب بعض الخلافات وبعض الرؤى في وجهات النظر ولكن احنا على ثقة ان دائما البدايات في كل المشاريع تأتي احيانا بطيئة وتتأخر بعض الشيء ولكن الهدف الذي نأمله ان شاء الله تتحقق الاهداف المرجوة من وراء هذا الحوار ويعي البعض اهمية المحافظة على الوحدة الوطنية وعلى الاستقرار وان الشعوب والاوطان لا تتقدم ولا تتحقق الى شعوبها الخير الا بالوحدة الوطنية وبالاستقرار الاستقرار هو الطريق الصحيح لتأخذ الحياة مجراها الطبيعي ويستفيد الكل من وراء هذا الاستقرار لا نعلم حقيقة الان في ما يدور ولكن المتحاورين لا شك الكل يحاول من جهة ان يضع اجندات معينة ورؤى معينة وبالنهاية لابد من الوصول الى ما يحقق الاهداف المرجوة من وراء هذا الحوار قبل ايام من تنظيم البحرين لسباق الفورمولا واحد اعلنت المعارضة اعتزامها تنظيم فعالية سياسية وتظاهرات سلمية في غضون ذلك نددت منظمة هوم الرايتس ووتشا باعتقال عدد من النشطاء وهو ما نفته المنامة بينما تستعد البحرين لسباق الفورمولا واحد اعلنت المعارضة البحرينية عن تنظيم سلسلة من التظاهرات والفعاليات تحت شعار الديمقراطية حقنا تنطلق الجمعة المقبل وذكرت جمعية الوفاق الوطني ان التظاهرات تشتمل عددا من الانشطة السياسية والاعلامية والحقوقية بالتزامن مع تجمعات شعبية سلمية بمختلف مناطق البحرين للمطالبة بالتحول الديمقراطي وبناء دولة المواطنة والمساواة على اساس مبدأ الشعب ومصدر السلطات والقرار في غضون ذلك نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بموجة الاعتقالات التي طالت عددا من ناشط المعارضة مع اقتراب سباق الفورمولا واحدة الذي تستضيفه المملكة في التاسع عشر من ابريل الجاري على حلبة الصخير جنوب المنامة ونقلت هيومن رايتس ووتش عن مصادر محلية قولها ان رجال شرطة ملثمين يرتدون ملابس مدنية قاموا بنحو ثلاثين مداهمة منذ مطلع ابريل واستهدفوا نشطاء يقيمون قرب مضمار سباق الفورمولا واحد واعتبرت هيومن رايتس ووتش في بيانها ان هذه الحملة الامنية والطريقة التي نفذت بها تثير تساؤلات جديدة عن التزام السلطات البحرينية بالاصلاح مشيرة الى ان هذه المداهمات والاعتقالات تشير الى ان السلطات تبدو معنية اكثر بابعاد النشطاء عن مضمار السباق من التعامل مع المظالم المشروعة التي دفعت الكثير من البحرينيين الاحتجاج واوضحت المنظمة ان غالبية المعتقلين متهمون بالمشاركة في تجمعات غير قانونية يأتي ذلك في منفت الحكومة البحرينية هذه الاعتقالات واكدت وزيرة الاعلام البحرينية سميرا رجب عدم وقع اي اعتقالات مذيفة ان اي عمل يمس الامن والسلم يجب ان يواجه بالقانون شيعة منطقة القطيف في المملكة العربية السعودية العلامة ايات الله الدكتور الشيخ عبدالهاد الفضلي واشارك في التشييع الالف من محبي العلامة الشيخ الذي توفي عن عمر نهز 78 عاما بعد صراع طويل ومرير مع المرض شيعة منطقة القطيف في المملكة العربية السعودية حافظة القطيف شرقية السعودية وسط اجواء من الحزن وحضور علمائي وشعبي لافت وقد اكدت كلمات عدد من العلماء المشاركين في التشييع على دور الراحل الكبير في التغريب بين المذاهب الاسلامية والعمل لاجل وحدة الامة الاسلامية هذا وقد تغدم موكب التشييع الذي استمر غربة الثلاث ساعات العديد من ابرز العلماء الذين طالما عرف الراحل استاذا ومربيا اشتغل بالعلم والتاليف على مدى عقود طويلة من حياته وعرف الفغيد العلامة اية الله الشيخ عبدالهاد الفضلي باعتباره على من بارز طوال حياته التي بدأت بين كتاتيب البصرة حيث افسر النور مرورا بالنجف الاشرف والدراسة على كبار مراجعها وانتهائه بعودته لبلاده وانخلاطه في السلك الاكاديمي استاذا في اللغة العربية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة ولقد تغدم السيد علي الخامناء بالعزاء في الفقيد الراحل واعتبره من رواد الفكر والمنظرين الاسلاميين البارزين وخير دليل على ذلك ما نجده في مؤلفاته واثاره الجليلة واكد الامام الخامناء ان العلامة الفقيد غضى عمره الشريف في الجهاد العلمي والسياسي والدفاع عن مقدسات الامة الاسلامية وغضاياها العادلة تزامنا مع ذكرى ثالثة وثلاثين السشهاد المفكر الاسلامي شهيد سيد محمد باكر الصدر قدس سره وبحضور عدد من علماء الدين والمفكرين نظم تحسينية البلوش حفل تأبين للشهيد الراحل واجمع المشاركون على ان الشهيد الصدر كان قامة اسلامية وقدم العديد من التضحيات بهدف المحافظة على القيم الدينية مؤكدين ان الراحل يمتلك سجلا حافلا بالعطاءات والانجازات في مختلف الميادين اقامت حسينية البلوش حفل تأبيني في الذكرى الثالثة والثلاثين لاستشهاد المفكر الاسلامي الشهيد السيد محمد باكر الصدر قدس سره بحضور عدد من علماء الدين والمفكرين والمواطنين واعتبر امين عام التحالف الاسلامي الوطني الشيخ حسين المعتوق ان الشهيد الراحل قدم تضحيات كبرى في سبيل المحافظة على الدين والقيم الاجتماعية ووظف فكره وراحته وعلاقاته المختلفة لاجل خدمة الاسلام فكانت تلك الثمار المباركة لجهوده العظيم وضحى بجسده وبوجوده وبروحه من اجل قيمه ومن اجل اهدافه وتخلل التأبين قراءة القرآن الكريم والدعاء للراحل واستذكار مناقبه واستعراض مراحل سيرته المباركة التي كانت زاخرة بالعطاء والانجازات والعمل الانساني وامتدت الى جميع الاقطار الاسلامية من أفضل ان يندو مثلي مثله فهو علم بالانسانية السيد الصدر الشهيد السيد محمد باقر الصدر هو مؤسس مدرسة فكرية اسلامية اتسمت بالشمول من حيث المشكلات التي عنيت بها ميادين البحث المختلفة فتميزت كتبه بمعالجة البنى الفكرية العليا للإسلام ولم تتوقف عند هذا الحد بل اهتمت بطرح التصور الإسلامي لمشاكل الإنسان المعاصر تم اغتياله في النجف الأشرف عام 1980 على يد النظام البعثي بقيادة صدام حسين أنا حررتكم فلا يستعبدكم أحد بعدي مقولة خالدة للشهيد محمد باقر الصدر قدس سره لا تزال أصداؤها تلف العراق والعالم بأسره باقر الصدر من دا سلاما أي باغ سقاك الحماما يوم ليس كباقي الأيام جمع الفخر والحزن واستحضار واستذكار العبرة والعبرة ذلك هو يوم استشهاد المفكر الإسلامي الكبير محمد باقر الصدر قدس فراه في التاسع من نيسان والذي هو يوم سقوط نظام الظلم والاستبداد المتمثل بنظام حكم صدام قد فقطنا كزعيما لا يجارا فبكينا كذمندا عن سجانا السيد الشهيد محمد باقر الصدر رمزا للعدالة ورمزا للإيثار ورمزا للتضحية وضحى بمهجته وقد تزامنت هذه الذكرى مع سقوط الطاغية العين في يوم التاسع من شهر النسان أن تكون ذكرى استشهاد السيد الصدر تزامنا مع ذكرى سقوط أعتى وأضغى نظام عرفته الإنسانية ما هو إلا نصرف المظلوم على الظالم وليكون درس وعبرة لكل طواغية العصور البرلمانيون العراقيون المشاركون في محافل تأبين هذه الشخصية الجهادية الإسلامية العظيمة أكدوا على الاعتبار من تضحيات الشهيد الصدري وشحذ الهمم في الحفاظ على نتائج تلك التضحيات التي ينعم بها عراق الحرية الجديد إن حياء ذكرى شهيد الصدر يمثل بالنسبة للعراقيين وقفة ومحطة من خلال يستلهمون كل دروس الشجاعة والإباء ويراجعون التاريخ الماضي حتى لا يتكرر هذا التاريخ عليهم مرة أخرى من خلال حماية تجربتهم الديمقراطية والنظام السياسي الجديد الذي يقرب الحرية للجميع كان المرجع الكبير لا يمثل قومية معينة أو طاف معينة كان يمثل جميع المكونات الشعب العراقي ويمثل جميع ابناء الشعب العراقي كان يخاطب ابنه السني وابنه الشعي وابنه الكردي والترقماني أطاريح السيد الشهيد الصدر الإسلامية والعلمية والاقتصادية والاجتماعية التي أغنت وأثرت المكتبة العالمية قبل العربية المثقفون ممن حضر تأبين الشهيد الصدر عدوها منهجا رسم طريق الحياة بشكل عام ومسارا لتصحيح كل أمة وعوجاج لا نحتفي باسم هو كالأسماء ولا برجل هو كالرجال إنما نحتفي بفكر رفد المسيرة الإنسانية أولا والمسيرة الإسلامية تنبع عظمته من هذه المنهجية التي تبناها والتي أراد لها أن تكون منهجا يتبناه المثقفون والمفكرون منهج ثري وضح معاني الجهاد والتصحية وكحل عين النضال ضد الظلم والاستبداد أنا حررتكم فلا يستعبدكم أحد بعدي رسالة وجهت من الشهيد محمد باطر الصدر قدس سره إلى كل الأحرار والشرفاء والثوار في العالم لينصر المظلوم ويقف بوجه الطاغوتي على مر العصور من العراق لقناة الكوت الفضائية جميل الرماحي اختتم رئيس الحكومة اللبنانية المكلف تمام سلامة استشاراته النيابية لتاليف الحكومة واستمع إلى مطالب القوى السياسية في شكل الحكومة التي حدد أهدافها بإجراء الانتخابات النيابية العامة وسيقوم سلامة خلال الأيام المقبلة لتدوير الزوايا والتوفيق بين مطالب الأفريقاء كافة قبل إعلان الحكومة أتت مجريات اليوم الأول من استشارات الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام مع الكتل النيابية لتكون كفيلة بإضغار مدى الصعوبة المهمة التي تنتظر سلام وأكدت له أن الإجماع الذي رافق التكليف هو مولود لم تكتب له الحياة إلا ليوم واحد وأن لا توافق فيما يتعلق بتوزيع الحصص والحقائب سلام الذي أعلن تمسكه بالمصلحة الوطنية بعد إنهائه استشاراته النيابية غير الملزمة أشار أنه سيحرص في التأليف على الحفاظ على إجماع التكليف مؤكدا أن غالبية النواب هي مع تسهيل مهمة رئيس الحكومة المكلف وتشكيل الحكومة مهمة جليلة ووطنية فيما يتعلق بدور كبير للحكومة المرتجات على ما نحن مقبلون عليه من استحقاق دستوري ديمقراطي ألا وهو الانتخابات العامة في المقابل الكتل السياسية كانت صريحة بما ترتجيه وأعلنت عن ما تنتظره من حكومة قد يتول الوقت قبل أن تتألف فموقف قوى الرابع عشر من أذار لم يتغير والدعوة كالسابق حكومة حيادية من التكنقراط أو غير المرشحين تكون مهمتها تنظيم الانتخابات ولا تحظى المقاومة بأي سطر من بيانها الوزاري بينما تمثلت مطالب قوى الثامن من أذار بالدعوة إلى حكومة سياسية من طراز الوحدة الوطنية تعالش كل القضايا والأزمات ومن بينها الانتخابات على أن تكون معادلة الجيش والشعب والمقاومة إحدى ثوابتها من المتوقع أن يواجه رئيس الحكومة المكلف إحدى الاحتمالين سلام يلقيه مودعا في حال تعذر عليه إتمام المهمة أو تمام للتأليف قد يطول لأشهر عدة كما الحكومات السابقة جينان شحادي قناة الكوت بيروت يوما بعد يوم يجبر الصراع المتواصل في سوريا منذ أكثر من عامين آلاف الأسر السورية على مغادرة قراءهم وبيوتهم هربا من القصف والدمار ويتجه عدد كبير من هؤلاء اللاجئين إلى مخيم الزعتري في الأردن المجاورة واليوم قام مسؤولون أردنيون بتجين معسكر ثاني للاجئين بتبرعن من دولة الإمارات العربية المتحدة افتتح الأردن الثاني مخيم للاجئين السوريين على أراضيه في منطقة مريج بالفهود على بعد نحو 85 كم شمال شرق العصمة الأردنية عمان بينما يستمر تدفق اللاجئين هربا من أحداث العنف في الجارة الشمالية سوريا وقال رئيس وحدة الإغاثة الإماراتية ماجد بن سليمان أن المخيم الجديد بدأ باستقبال اللاجئين اعتبارا من اليوم حيث نقلت إليه دفعة أولى مؤلفة من 106 لاجئين كانوا قد دخلوا الأراضي الأردنية مساء أمس مع 1306 لاجئين سوريين آخرين وأوضح سليمان أن المخيم الجديد الذي بني بتمويل من دولة الإمارات يقع على أرض تبلغ مساحتها 250 دونما ويستوعب 5500 شخص ويضم 750 كارفانا أو ما يعرف بالعربة المتنقلة ومدرسة نموذجية ومستشفى تخصصي موشيرا إلى أن هناك وعود بتوسيع المخيم في حال استمرار تدفق اللاجئين كي يتسعى لثلاثين ألف شخص أو أكثر لأن الأرض المخصصة لإقامة المخيم تبلغ مساحتها الكلية 13 ألف دونما يسعى هذا المخيم من 5000 إلى 6000 لاجئ سوري كمرحلة أولى إن شاء الله في عدة مراحل نوصل إلى 25 ألف لاجئ فاليوم نحن أول دفعة نستقبلها من اللاجئين وإن شاء الله على مدر الأيام نستقبل لنوصل العدد المطلوب المخيم هذا أنشئ بدعم من دولة الإمارات وبحسب إحصائيات الحكومة الوردنية فإن عدد اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري الذي يقع في محافظة المفرق شمال المملكة على مقربة من الحدود السورية تجاوز 150 ألف شخص في حين يزيد عدد اللاجئين السوريين في المملكة منذ اندلاع الأزمة في بلادهم عن 482 ألف شخص وتفيد تقديرات جديدة للأمم المتحدة أن عدد اللاجئين السوريين في الأردن يمكن أن يصل إلى مليون ومائتي مليون لاجئ بحلول نهاية العام الحالي وفي هذا السياق أكد وزير الخارجية البريطاني وليام هيك على ضرورة التوصل إلى حل سياسي وديبلوماسي ينهل أزمة السورية واصفا الوضع في سوريا بأكبر كارثة إنسانية في القرن الحادي والعشرين وعشية اجتماع وزراء خارجية مجموعة الثماني في لندن اليوم دعا هيك إلى تحرك دولي فاعل لمعالجة العزمة السورية مؤكدا أن بلاده وفرنسا متفقتان على ضرورة التحرك لإنهاء العنف في سوريا رغم قلة الخيارات المتاحة وأضاف هيك أن زعماء في المعارضة منهم غسان هيتو وجورج صبرا سيحضرون الاجتماعات التي ستعقد قبل الاجتماع الرسمي لوزراء خارجية مجموعة الثماني باعت جبهة النصرى التي تحارب الحكومة السورية زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري مؤكدة ولا أهلا في تسديل بثة على الإنترنت اليوم وتنصلت الجبهة في الوقت نفسه من إعلان الفرع العراقي لتنظيم القاعدة أنها امتداد له وجزء منها أن قيادات الجبهة ومجلس شورتها والعبد الفقير المسؤول العام لجبهة النصرى لم يكونوا على علم بهذا الإعلان سوى ما سمعوه من وسائل الإعلان فإن كان الخطاب المنسوب حقيقة فإننا لم نستشر ولم نستأمر وأقول هذه بيعة من أبناء جبهة النصرى ومسؤولهم العام نجددها لشيخ الجهاد الشيخ أيمن الظواهري حفظه الله فإننا نبايع على السمع والطاعة في المنشط والمترة والهجرة والجهاد وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا لنا فيه من الله برهان لأول مرتن منذ الخلاف الشهير بين البابا شنودا والرئيس المصري الراحل أنور السادات تشهد العلاقة بين مؤسسة الرئاسة والكنيسة الأرض ذكسية توترا شديدا بدى واضحا في الانتقادات التي وجه البابا علنا للرئيس مرسي ولأداء مؤسسة الرئاسة وتعاملها مع ملف المسيحيين في مصر أيضا ألغى البابا عيضته الأسبوعية وأعلن اعتكافه في الدير ما يحمل دلالات هامة بشأن القطيعة التي باتت تحكم العلاقة بين الرئاسة والمكر الباباوية ما زالت الهزة الارتدائية لحوادث العنف الطائفي بين المسلمين والمسيحيين في قرية الخصوص وأمام كاتدرائية العباسية خلال الأيام القليلة الماضية تضرب مؤسسة الرئاسة المصرية التي فشلت في احتواء تداعيتها حتى الآن آخر هذه الهزات هو البيان شديد اللهجة الذي عبر فيه المجلس الملي العام الذي يدير شؤون الأقباط في مصر عن قلقه من استمرار ما قال عنه الشحن الطائفي الممنهج ضد المسيحيين والذي تصاعدت وتيرته وحدته خلال الأشهر الماضية واتهم البيان الدولة وكل مؤسساتها بالتراخي عن القيام بدورهم تجاه تطبيق القانون على الجميع بدون تفرقة وتقاعس القيادة السياسية للبلاد عن تقديم الجنات المعروفين في أحداث سابقة للعدالة أو اتخاذ أي موقف حاسم حقيقي نحو إنهاء الشحن والعنف الطائفي الآخذ في التصاعد بدون رادع وحمل المجلس الملي العام رئيس الدولة والحكومة المسؤولية الكاملة عن غياب العدل والأمن والسكوت على التواطئ المشبوه لبعض العاملين بأجهزة الدولة التنفيذية عن حماية أبناء الوطن وممتلكاتهم ودور عبادتهم في غضون ذلك ذكر بيان صادر عن البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وباطريارك الكرازة المرقصية أنه نظراً للأحداث المؤسفة والمؤلمة وحداداً على أرواح شهداء الخصوص والكاتدرائية قرر البابا توادروس الثاني الاعتكاف بعد الأحداث الأخيرة وإلغاء عطلة الأربعاء وتأجيل استقبال العزاء والتي كان المقرر لها غداً الخميس إلى ذلك وتحت وطأة الغضب الشعبي ناءت رئاسة الجمهورية بنفسها عن البيان الذي أصدره مساعد الرئيس لشؤون الخارجية الدكتور عصام الحداد واعتبرت أنه لا يعبر عن الرئاسة مطلقاً وكان بيان لمساعد الرئيس المصري قد أشار إلى أنه أثناء تشيع الجنازة قام بعض المشيعين الغاضبين بالاعتداء على السيارات المارة في شارع رمسيس ما أدى إلى قيام البعض بجوار كاتدرائية العباسية بإلقاء الطوب وإطلاق النار مما أدى إلى مزيد من التبعيد وتبادل إطلاق النار وأضاف البيان أن كاميرات المراقبة أثبتت أيضاً وجود أشخاص يحبلون أسلحة ومولوتوف على سطح الكاتدرائية وأيضاً خارجها وداخلها مما داع الشرطة إلى التدخل لتفريق المتجمهرين باستخدام قنابل الغاز وصلنا معكم لنهاية النشرة وقبل الختام إليكم تذكير بأهم العناوين سمو الأمير يشمل برعايته وحضوره حفل ختام مسابقة جائزة الكويت دولية الرابعة لحفظ القرآن الكريم وقراءته وتجويده المؤتمر التاسع عشر للاتحاد البرلماني العربي يختتم أعمال ويؤكد أن الثورة الناتجة عن غياب دولة القانون وانتشار الفساد رئيس مجلس اللواب البحراني خليفة الظهراني في حديث خاص لقناة الكويت الملك الطارحة مبادرة الحوار لتبادل الآراء بما يعود بالنفع على الجميع القطيفة تودع العلامة عبدالهادي الفضلي بمشاركة علمائية وشعبية حاشدة ولمزيد من الأخبار تابعونا على توتارات الكويتو نيوز ولتواصل معنا يمكنكم مرسلتنا عبر البريد الإلكتروني وعبر الفيسبوك أشكركم على حسن المتابعة يا مهلا